المواقع الحثية في اليمن في مرمى النيران الأمريكية البريطانية مجددا جولة ثالثة من الضربات توسعت خلالها رقعة الاستدافات وسط وعيد حثي يعزز من مخاطر تأثر الحركة التجارية ومخاوف الطرابي أسواق النفط شن الجيشان الأمريكي والبريطاني جولة ثالثة من الضربات على مواقع حثية في اليمن شملت 36 هدفا ضمن خمس محافظات يمنية ووفق بيان مشترك صادر عن لندن وواشنطن تهدف الضربات لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وحماية ممرات الملاحة والتجارة الدوليين بالمقابل توعدت جماعة الحوثي بالرد على الضربات وشددت على أنها لن تمر دون عقابة في سياق نشرت وزارة الدفاع البريطانية مشاهدة لطائرات تقلع من مطار أكريتوري في قبرص لاستداف مواقع حثية بالقرب من مطار صنعة إذن موجة إضافية من الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة ضد الحوثيين في اليمن فما حجمها وماذا استهدفت وما هو الهدف منها موجة ثالثة من الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين في اليمن الهدف تعطيل وتقليص قدرات الجماعة على شن هجمات ضد الصفن وحماية ممرات الملحة والتجارة في البحر الأحمر ضربات نفذتها جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا على ستة وثلاثين هدفا حوثيا في ثلاثة عشر موقعا باليمن ضمن نطاق خمس محافظات هي صنعة وتعز وحجة ودمار والبيضاء شمل القصف منشآت تخزين تحت الأرض ومراكز للقيادة والتحكم وأنظمة صاروخية فضلا عن مواقع تخزين وتشغيل طائرات مسيرة بجانب رادارات وطائرات مروحية وحددت المواقع الحوثية المستهدفة من خلال تحليل استخباراتي دقيقة وفق الجيش البريطاني وأشنطن ولندن صنفت الضربات كرد على أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وأنها تتوافق مع القانون الدولية أعلنوا كذلك أن الضربات الإضافية ليست تصعيداً بل تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار أما الحوثيون فتوعدوا بالتصعيد مقابل التصعيد واستمرار هجماتهم ضد السفن أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن ووصفت الخارجية الهجمات بأنها مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي كما أنها تشكل انتهاكاً لسيادة اليمن وسلامة أراضيه وقالت أيضاً أن تلك الهجمات تتناقض مع ادعاءات واشنطن ولندن بشأن عدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة إلى ذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن جماعة الحوثي تحشد عسكرياً على مختلف الجبهات بهدف التصعيد العسكري وإشعال جبهات الحرب من جديد وذلك بتوجيه من إيران وأوضح أن الحوثيين ضموا أعداداً كبيرة من العناصر الجديدة في مناطق سيطرتهم مشيراً إلى أنهم نشروا نحو ألفين مسلح بمحافظة مأرب على خط المواجهات مع القوات الحكومية استعداداً لشن هجمات عليها إلى ذلك نشرت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مقطع فيديو يظهر مقاتلين يقومون بتدريبات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية وهمية ترجمة نانسي قنقر ومع احتدام الوضع في البحر الأحمر توقعت وكالة موز مزيداً من الاضطرابات في أسعار النفط وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحريين وأفدت الوكالة بأنه في حال تحقق السيناريو السلبي الذي يشمل وقوع اضطرابات أكثر حدة في الشحن البحري فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الخطر الاتماني على المصدرين في قطاعات التجزية والصناعات التحويلية العامة وشركات التوريد الأوروبية معنا من عمان الدكتور مازن أرشيد الباحث في الشؤون الاقتصادية لن بك معنا دكتور مازن دكتور مازن ماذا يعني استمرار التوترات في البحر الأحمر للتجارة الدولية في 2024؟ نعم قبل ذلك الحقيقة لم يكن أحد يتوقع استمرار هذه الحرب لهذه المدة على الأقل الحرب الإسرائيلية على غزة طبعا كلما طال الأمد هذه الحرب بما أن القوات الحوثية تتحدث بأن الاضطرابات الموجودة في البحر الأحمر هي تصيب السفن المتجهة إلى إسرائيل ولو أنه ليست كل هذه السفن تم إصابتها هي كانت إسرائيلية بشكل عام قد تكون هناك تضارب في الأخبار ولكن بغض النظر هناك اضطرابات واضحة وكلما طال أمد هذه الحرب الحقيقة الاضطرابات مرشحة للارتفاع والتفاقم شفنا قبل شهرين على الأقل كانت الحرب محصورة في قطاع غزة تحديدا ولكن الآن نتحدث عن تدخل الحوثيين نتحدث عن منظمات عراقية سورية وغيرها وبالتالي ممكن تتفاقم هذه الأمور إذا أخذت الحرب اتجاه آخر غير متوقع وبالتالي كل الاحتمالات قائمة إلى أي مدى فقط ستكون مؤثرة على النمو الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويلة هو تأثيرا على المواد الأساسية تحديدا التجارة الدولية خصوصا مرتبطة بالمواد الغذائية وأيضا النفط والغاز بطبيعة الحال وشفنا كيف تبدلت هذه الطرق البدائل أصبحت أكثر تكلفة ارتفعت الشحن على السفن المتجهة التي تحمل النفط بطبيعة الحال وأثرت حتى من الناحية اللوجستية من حتى الحصول على بدائل جديدة قد لا تكون نفس البدائل الموجودة حاليا ولكنها أكثر تكلفة بطبيعة الحال شفنا كيف حتى الإمدادات شابهة الكثير من التحديات سواء كانت الإمدادات النفطية من الولايات المتحدة إلى آسيا أو حتى فيما تعلق بشمال أفريقيا ومناطق بأمريكا اللاتينية كلها تأثرت بشكل كبير لأنه نعرف أن البحر الأحمر الممر البحري الاستراتيجي يعني يشكل 15 إلى 18 بالمئة من التجارة الدولية بطبيعة الحال بما فيها سواء كانت بحرية أو جوية وأيضا برية وبالتالي هذا ممر استراتيجي مهم كلما طالت أمد هذه الحرب لا أحد يستطيع التكهن بمدى تطور هذه الأمور وتفاقمها بطبيعة الحال لا تزال تكاليف الشحن البحري وحتى تكاليف الشحن الجوي لأنه هو بديل آخر أيضا طرع عليه ارتفاع كبير وبالتالي البدائل ليست جديرة بأخذها بطبيعة الحال بما أنها مكلفة وقد تسبب الكثير من التأخر للوصول إلى الفاينال ديستينايشن لإلها طيب دكتور كيف وجدت تفاعل المجتمع الدولي مع ما ذكرت من ارتفاعات في الشحن وأيضا في تكلفة التأمين خاصة هنا قد دخلت دول مثل الصين على خط الأزمة من خلال الضغط على الإيرانيين للضغط على الحوتيين لكن حتى هناك سفن روسية الحقيقة تم إصابتها من قبل الحوثيين ولو كان على الأقل هناك توافق خلينا الأول بين الحوثيين والإيرانيين والروسيين وحتى الصينيين بأنه لا تصيب هذه الضربات على الأقل سفن روسية بطبيعة الحال لكن تم إصابتها وهنا كان المفاجأة نوعا ما قد تكون يعني غير متوقعة بشكل دقيق لكن أكيد المجتمع الدولي يبحث عن بدائل هذه البدائل مثل ما ذكرنا تكلفتها يعني مرتفعة جدا وأيضا حتى وصولها إلى نهايتها يعني بحاجة إلى عدة أسابيع إضافية نهيك عن تكاليفها المرتفعة البدائل يعني البحث عن أمور خلينا قريبة لوجستية إمدادات قريبة نتألم في متعلق بأوروبا مثلا بدل من كانت أن منطقة بالشرق الأوسط هي التي كانت تحمل النفط إلى أوروبا مثلا أو حتى في شرق آسيا الآن نتحدث عن مناطق كازاخستان مثلا ومناطق أخرى قد تكون لا تمر عبر البحر الأحمر أو مناطق أخرى من شمال آسيا لذلك واضح بأن أوروبا التي كانت تعاني من مشاكل حتى خلال أزمة روسية مع أوكرانيا الحرب الدائرة حاليا وامتناعها على الحصول من النفط والغاز الروسي الآن هناك أيضا مشكلة متفاقمة أخرى هي سلامة النقل والشحن البحري عبر البحر الأحمر وهذا أيضا تحدي جديد لأوروبا ومناطق أخرى من العالم الطبيعة الحال شكرا لك من عمان الدكتور مازن أرشيد الباحث في شون الاقتصادية